على وقع خلافات حول الإنفاق الدفاعي يعقد قادة حلف شمال الأطلسي قمتهم فيما تطغى قضايا مواجهة الإرهاب والوضع في سوريا على جداول أعمال الاجتماعات ملف الإنفاق الدفاعي وتقاسم الأباء المالية في المساهمات وعمليات التمويل للدول الأعضاء تتصدر أجندة النقاشات حيث يتوقع أن يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفائه كي يزيد إنفاقهم في مجال الدفاع ترامب شن هجوما حدا على ألمانيا قبل افتتاح القمة منتقدا برلين لعدم مساهمتها في شكل كاف في نفقات الدفاع للأطلسي ومتهما إياها بأنها رهينة روسيا في إمداداتها بالطاقة وبالمساهمة في إثرائها ترامب عقد بعد ذلك على هامش القمة اجتماعا مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل والتي بدورها ردت قبل ذلك على هجوم ترامب بتأكيدها أن ألمانيا تتخذ قراراتها بشكل مستقل أريد أن أقول إنني اختبرت بنفس احتلال جزء من ألمانيا من قبل الاتحاد السوفيتي وسعيدة اليوم بأننا متحدون بحرية في ألمانيا وبناء على ذلك يمكنني أن أقول إننا نستطيع أن نقرر سياستنا الخاصة واتخاذ قراراتنا بشكل مستقل من جانب آخر سيلتقي ترامب أيضا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في وقت لاحق الأربعاء على هامش القمة الأمين العام لحلف الناتو يونس تلتنبرغ حول طمأنة واشنطن وقال إن هناك زيادة في الإنفاق وتحركا إيجابيا من جانب ثماني دول أعضاء في الحلف للوصول إلى النسبة المطلوبة خلال العام الحالي وهي تخصيص 2% من إجمال الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي وفيما يخص مواجهة تنظيم داعش تعقيد الدول المشاركة في التحالف ضد التنظيم اجتماعا الخميس على هامش القمة وقالت مصادر في بروكسل إنه من المقرر أن تتم مناقشة مراحل العمل القادمة بعد هزيمة التنظيم في هذا الصياق أكد ستولتنبرغ أن قوات التحالف الدولي ضد التنظيم ستبقى في العراق لمساعدته في مواجهة الإرهاب وأضاف ستولتنبرغ عقب اجتماعه بالرئيس الأمريكي أنهما تبحثا بشأن تدريب القوات العراقية كما سيعقد على هامش القمة اجتماع المجموعة المصغرة بشأن سوريا والتي تتشكل من وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والسعودية والأردن وبمشاركة مصر للمرة الأولى وفق الخارجية المصرية الاجتماع سيناقش آخر التطورات على الساحة السورية لسيما مناطق خفض التصعيد في المناطق الجنوبية وشمال سوريا فضلا عن الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان ديمستورا